استقبال الفاتحين هو ما حظي به هذا الرجل في العاصمة الليبية وقد يرى البعض أن مضرب الأمثال عند العرب في حسن الاستقبال لا يزيد على هذه اللقطات من جانبه حرص رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل أن يركز في أولى خطاباته من العاصمة ترابلس على عنصري الأمن والسلام هذا الأمر يتطلب عدة أشياء ومعطيات أولها اتحاد الصف وعدم الفرقة ومع رد الفعل الإيجابي لكلماته لم يترك الرجل الفرصة تذهب دون أن يؤكد على هوية البلاد كما يراها المجلس شعب المسلم إسلامنا وسطي سنحافظ على ذلك وأنتم معنا في الوقت نفسه اتهمت منظمة العفو كوكو من نظام القذافي وكتائب الثوار المقربين من المجلس الانتقالي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا وعرضت المنظمة في تقريرها أمثلة على الانتهاكات التي ارتكبها النظام لقد تحدثنا مع بعض الحراس وأكدوا لنا أنهم استخدموا العنف للحصول على اعترافات كما أشار التقرير أيضا إلى بعض المخالفات التي ارتكبها المجلس الانتقالي حتى ولو بالصمت خلال فبراير الماضي صرت شائعات بأن القذافي يستخدم مرتزقة من الأفارقة وهو أمر غير صحيح لكن المجلس الانتقالي تقاعص عن تكذيب الخبر ما أدى إلى الكثير من أعمال الانتقام والتي لا تزال جارية ضد المدنيين من دول جنوب الصحراء الأفريقية في الوقت نفسه رحبت ليبيا بالتقرير على لسان أحد مسؤوليها الرسمي بصفتي محام وناشط حقوقي أقدرها تقرير الذي لم أعرف محتواه قبل الآن لكن هذا النوع من التقارير يجعلنا ندرك أخطاءنا ونعمل على إصلاحها وبغض النظر عن مدى نجاح هذا الأمر يبقى التحدي الحقيقي الذي يواجه المجلس الانتقالية هو السيطرة على المقاتلين وجمع السلاح المنتشر في كل بقاع البلاد حتى يبدأ بناء دولة جديدة إهاب الألفي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر